موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطالع فيه أهم وأبرز مقلته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من المقابلة التي نشرها موقع التغيير نت مع مسؤول سابق في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعيز والذي قال إن تعيز واحدة من المدن التي تضررت بشدة من النزاع الدائري في اليمن وقال أوليفر شاسوت المدير الأسبق للبعثة الفرعية للجنة الدولية لصليب الأحمر في تعيز يعيش حوالي مئتي ألف شخص اختاروا البقاء بمدينة تعيز في ظل عدام الأمن وتجدهم يكافحون للحصول على الرعاية الطبية والغذاء والمياه يتنقلون من مساكينهم ويجتمعون في بيوت أقربائهم في محاولة لإبقاء أطفالهم وذويهم في مأمن وللأسف أصبح الوضع مألوفا بالنسبة للبعض ويضيف وصول المساعدات الإنسانية في تعيز ومناطق أخرى في البلاد بات صعبا على نحو متزايد وخاصة في مناطق المواجهات فعملية الحصول على الضمانات الأمنية من جميع الأطراف تستغرق وقتا وجهدا كبيرا للغاية ولا هم من ذلك أن تلك الضمانات لا تترجم دائما على أرض الواقع وعن أسباب ذلك يقول المسؤول الأممي يرجع ذلك إلى تعدد الأطراف وفي العديد من المرات علقت فرقنا في مناطق تبادل إطلاق النار لدينا أيضا زملاء قتلوا واختطفوا في اليمن وهذا بالطبع له أثر على قدرتنا على تقديم المساعدة وحول تبادل الأسرة في تعيز بين الميليشيا والمقاومة الشعبية قال المسؤول إن اللجنة الدولية لم تلعب دورا في هذا الأمن الأمر لكننا أجرينا مناقشات مع أطراف النزاع فيما يتعلق بذلك واللجنة الدولية تكرر دائما استعدادها للعمل كوسيط محايد وتسهيل نقل المزيد من المحتجزين إذا طلب منها وإلى موقع عدن الغد والذي عنون في صفحته الرئيسية مقتل مواطن بجانب أحد المطاعم الشهيرة بكريتر وقالت التفاصيل نقلا عن شهود عيان إن أشخاص على متن سيارة قاموا بإطلاق الرصاص على مواطن يدعى أبو علي بجانب البوابة الخلفية لمطعم ريم بمديرية صيرة مضيفة بأن أحد حراس المطعم أصيبه الآخر أثناء وقوع الحادثة ومن عنوين الموقع مجاميع مسلحة من أفراد المقاومة الشعبية بلودر تستولي على اللواء 115 المشاه للمطالبة بمستحقتها فرحة اليمن المؤجلة تحت هذا العنوان كتب متاح شعيب مقاله المنشور في صحيفة الخليج عن المصير الذي ينتظر اليمن في ظل تعنت الميليشيا وقال الكاتب طوال فترة المشاورات لم تسكت آلة الحرب بسبب انتهاكات ميليشيات التمرد للهدنة المفترضة في الجبهات المختلفة وبدل أن تتجه التطورات السياسية في اتجاه التوصل إلى حل ينهي انقلاب جماعة الحوثيين وأنصار الرئيس السابق صالح تقهقرت الهدنة بعنف وباتت جبهات اليمن مفتوحة على معاركة ربما تكون أعنف وأبشع مما رأى اليمنيون طوال العشرين شهرا من الحرب وهو خيار لا تريد الحكومة اليمنية أن تندفع إليه ولكنها قد تكون مضطرة لاتخاذه رغم ما فيه من مخاطرة ومن نتائج غير مضمونة في صورة خوضه فالحرب في مثل هذه الوضعيات تتطلب استنفاذ كل الوسائل السياسية من أجل تحقيق السلام وإعادة الشرعية إلى قواعدها الدستورية السابقة وطالما هناك فرصة أخرى للمشاورات فالأمل يظل باقيا وإذا تأخرت البشائر من الكويت ولم يستطع اليمنيون الفرحة بالحل السياسي في عيد الفطر فربما سيحتفلون بالفرحة المؤجلة في عيد الأضحى أو قبله فهذا الشعب اليمني الطيب والمغلوب على أمره عانى ما يكفي من اتخاذ الانقلاب والإرهاب والمجاعة والفقر والنقص في الغذاء والدواء ويفترض أن يدفع كل هذا الركاب من القهر فرقاء الصراع جميعهم إلى صحوة ضمير لإنهاء هذه المعضلة المزمنة فلا شيء مستحيل إذا توافرت الإرادة والرغبة والصدق وإلا فما جدوى العودة إلى المشاورات أصلا إذا استمر الوضع الميداني على حاله خروقات ومعارك وأبرياء يسقطون في كل يوم بغير وجه حق المصدر نقل عن وكالة رويترز وقال في عنويله الرئيسية تقرير دولي بشأن أسلحة إيران لليمن وصواريخها الباليستية ينقل الموقع عن تقرير سري طلعت عليه رويترز وفيه أن الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون أعرب عن قلقه بشأن ضبط سفن محملة بأسلحة إيرانية كانت بطريقها لليمن واعتبر أن اختبارات الصواريخ الباليستية لا تنسجم مع روح الاتفاق اللووي وقال بنكيمون في التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن إنه قالق لمصادرة الولايات المتحدة أسلحة في خليج عمان في مارس الماضي في إشارة إلى سفنة ضبطتها البحرية الأمريكية قبل وصولها إلى ميليشيا الحوثي وصالح وأضاف خلصة الولايات المتحدة إلى أن الأسلحة مصدرها إيران وكانت متجهة على الأرجح إلى اليمن مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تراجع المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وإيران وستزود المجلس الأمن بأحدث المعلومات في الوقت المناسب وإلى موقع يمن مونتر والذي عنول في صفحته الرئيسية تدفق النازحين يخنق متنفسات صنعاء خلال أيام العيد وفي التفاصيل قال الموقع تسبب التدفق الكبير للنازحين إلى العاصمة اليمنية صنعاء هذا العام بخلق حالة اختناق غير مسبوقة في متنفسات وملاهي أمانة العاصمة على قلتها ما جعل الألاف يقررون عدم ارتيادها يتابع الموقع خلال الأشهر الفائتة شكلت العاصمة صنعاء منطقة خضراء لجأ إليها آلاف السكان الهاربين من الحرب وخلال اليومين الماضيين عاشت صنعاء ازدحاما خانقا وقال سكان إنهم فضلوا البقاء في منازلهم بدلا من ارتياد حدائق وملاهي تجلب المخاطر للأطفال من شدة الزحام أكثر من جلبها للمتعة والتسلية تأثير الفوضى في الإقليم على الأمن في الخليج تحت هذا العنوان كتب أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت محمد الرميحي ما قاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط وقال الرميحي يمكن أن نرى أو يرى غيرنا عشرات الأسباب التي تدفع شبابا من أبناء الخليج إلى ذلك الفعل الشائن قتل أبرياء دون ذنب ولا حتى هدف أو حتى قتل أقربائهم إنما هذا الإرهاب لن يحقق هدفا كما أن العلاج ليس في المسكنات بل هو في معالجة الأصل وهو الصراع القائم أساسا في سوريا ومن ثم العراق وبعده اليمن لقد أصبح أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر وأصبح وجودهم في لبنان مقلقا على أقل تقدير وجودهم في أوروبا أحدث زلزالا ليس الأقل فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما أصبح التهديد بقدوم المهاجرين ورقة يستخدمها اليمين الأمريكي لدفع مرشحه إلى الصدارة أما روسيا فترى في الساحة السورية إعادة اعتبار للقوة الروسية التي هزمت على شكل الاتحاد السوفيتي بدأ من أفغانستان قبل ربع قرن كما فقد العراق قماشة الدولة بجانب فقده لثروته واستقلاله وأصبح اليمن في مهب الريح كيف نظرنا إلى موضوع الإجرام السائد سوف نرى بؤرته في سوريا وأثاره في العراق ومفاعله في اليمن ويكمن انفجاره أساسا في ضعف تناول الدولة في العراق وفي سوريا وحتى في اليمن لشؤون مواطنيها بشكل عقلاني وسليم ووقوف نخبتها الحاكمة أمام استحقاقات العصر تلك جذور كل هذه الفوضى التشخيص صحيح يقود إلى العلاج الصحيح فما دامت الساحة السورية نازفة وموقف مؤيدي نظامها كل لأسبابه الخاصة متعنت ولا يريد أن ينظر إلى نزاع بمنظور عقلاني كما هو موقف السلطات العراقية في تهميش بعض المكونات الوطنية أو استيلاء مجموعة مسلحة على البلد كما في اليمن سوف تستمر هذه الساحات تنبت أشكالا نعرفها اليوم من الإرهاب وأشكالا أخرى حتى الآن لا نعرفها إلى موقع عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية وقال رحلة بحرية تنتهي بغرق شابين وآخر أدخل العداية المركزة بعدن وقالت التفاصيل إن رحلة شبابية في البحر أودت بحياة شابين فيما ثالثهما أدخل المستشفى في عدن وقال مراسل عدن تايم في حوطة لحج إن ثلاثة من أبناء حي المشروع الليبي بحوطة لحج غارقوا في البحر بعدن وتم إنقاذ أحدهم وحاليا يرقد في العناية المركزة فيما لقي اثنان مصرعهما في البحر لا يزال البحث عن جثتهما جاريا ومن عنوين الموقع مصدر عسكري حملة المداهمات والاعتقالات بلحج أسفرت عن العثور على أحزمة ناسفة وضبط مطلوبنا أمنيا وإلى موقع الوحدة ويدت والذي عنوان الإنقلابيون يفجرون ثلاثة منازل في مديرية نهم يقول الموقع في التفاصيل أقدمت ميليشيا الإنقلاب على تفجير ثلاثة منازل في مديرية نهم بعد يومين من تفجيرها لمنزل أحد المواطنين ونقلت وكالة سبع المتحدث الرسمي باسم محافظة صنعى عبداللطيف المرهبي القول إن الميليشيا الإنقلابية فجرت منزلا في منطقة المجاوحة ومنزلين في قرية بني فرج بذات المنطقة بالقرب من مركز مديرية نهم وذكر المرهبي إن الإنقلابيين لم يلتزموا باتفاق التهدئة منذ الإعلان عنها في مديرية نهم وإن هذه الجرائم تضاف إلى سجلات جرائمها الإرهابية التي لا تسقط بالتقادم وستحمل مسؤولية ما يترتب عنه من تعميق الجراح والضغاء وتفخيخ البلاد بالأحقاد والثأر ومن عنوين الموقع ميليشيا الإنقلاب تواصل قصفها للمدن والقرى بمحافظة البيضاء قبل مطالعة أهم قلت في الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدين الكرام ونبدأ جولتنا الصحفية بين الصحف العربية من صحيفة الشرق الأوسط والتي تابعت أشأن المالية اليمني وعلقت البنك الدولي عملياتنا ما زالت معلقة في اليمن وأكد متحدث باسم البنك الدولي في اتصال مع الشرق الأوسط أن عمليات البنك لا تزالوا معلقة في اليمن في انتظار تحصن الوضع الأمني مشيرا إلى أن أمل البنك في العودة لليمن بمجرد تحصن الظروف مؤكدا أن العمليات الوحيدة التي يجريها البنك في البلاد تتمثل في مبادرة برنامج لتحصين الأطفال اليمنيين ضد شرل الأطفال منذ يناير 2016 ويتم تطبيقه بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إذ تم تطعيم نحو مليون طفل يمني ضد المرض خلال سبعة أشهر من ناحيته قال عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني للشرق الأوسط نعناقش مع محافظ البنك المركزي الذي وصل إلى الرياض حديثا الوضع الاقتصادي إضافة إلى التواصل مع البنك الدولي والمجموعة الراعية والاتحاد الأوروبي وأضاف المخلافي قائلا بعد عبث الميليشيا وتنفيذها عمليات نهب واستطوي على الاحتياطي المركزي نسعى لضمان أن لا تصل المساعدات إلى الإنقلابيين ليزاود إعاناتهم الحربية كما حدث في الفترة الماضية تحت ذريعة الهدنة الاقتصادية مضيفا أن العالم بدأ يتفهم الوضع الاقتصادي وعبث الميليشيا مضيفا أن الحكومة ستمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تزويد الإنقلابيين بالمال وفي الوقت نفسه دفع الاقتصاد الوطني ليكون في حالة مستقرة وعدم التدهور أكثر مما هو عليه الآن مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين بما في ذلك صرف الأجور للعاملين في جميع المناطق صحيفة القدس العربي عنونت اليمن مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع الحثيين في تعيز وتقول الصحيفة في التفاصيل شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة يسيطر عليها الحثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس سابق صالح بمحافظة تعيز وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن الغارات تزامنت مع اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة والحثيين وقوات صالح من جهة ثانية عقب هجمات شلها الحثيون على مواقع المقاومة شرق وغرب مدينة تعيز واستهدفت الغارات حسب المصادر مخزن أسحة ومواقع الميليشيا الحثي وصالح في مدينة المخة ومنطقة المحجر الجديد مقابل مقر الدفاع الجوي وذكرت المصادر أن تعزيزات المسلحة وصلت للحثيين وقوات صالح غرب المدينة لمحاولة استعادة السيطرة على مقر قوات اللواء 35 ونفت المصادر سيطرة الحثيين وقوات صالحة على مقر اللواء 35 حتى الآن مؤكدة تصدي قوات الجيش والمقاومة لمحاولات تقدم الحثيين صحيفة عكاظ عنونت في إحدى صفحاتها موقع حجز للحصول على الجوازات اليمنية لحاملي هوية زائر وقالت التفاصيل السفارة اليمنية في الرياض أعلنت فتح موقع حجز المواعيد للحصول على الجوازات لليمنيين حاملي هوية زائر بالمملكة خلال أيام 11 و12 و13 يوليو الجاري وأضفت السفارة في بيان لها أن يوم الخميس 14 يوليو 2016 سيكون موعدا لتسليم الجوازات الجاهزة وسيتم استئناف فتح الموقع لاحقا بطاقة استيعابية أعلى كما عنوان الموقع التحالف العربي يردع الحثيين في تعيز ويقتل 17 متمردا غواصف اليمنين تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الملك مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد وقال عبد الملك في أجزاء من مقاله لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة وأن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات وطبقا لذلك فأن الطريق قد أصبح مزدودا وملئا بالحفر ويعيق أي تحرك مستقبلي فيما يختص باستمرار الحوار لأن الجانب الآخر هو الآخر متشدد ولا يود التراجع عن تموضوعاته على الأرض عسكريا وعلى الدولة إداريا ويبدو في لهجة عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الله العليمي إصرارا تاما على إزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه ويراه الخطوة الأولى نحو إرساء سلام عادل وشامل ودائم في اليمن إن العظمة التي وضعها وفد ميليشيات صالح والحوثي في حلق اجتماعات الكويت هي شرط إيقاف كامل للعمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي في اليمن وأن يتم إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في اليمن تشرف عليه الأمم المتحدة ويكون التحالف العربي طرفا فيه موازيا للانقلابيين في التوقيع عليه كما يضع وفد ميليشي صالح والحوثي عقبة أخرى يرفضها الطرف الحكومي وهي أن تكون محادثات الكويت مفتوحة وليست آلية لتنفيذ بنود القرار الأممي رقم 22-16 بشأن اليمن محادثات الكويت قد تطول نظرا إلى تناقض المواقف ويبدو أن آلة الحرب مستمرة في الانتشار إلى المكلة والتي عنوأت حولها صحيفة البيان الإماراتية وقالت إجراءات أمنية تعيد الحياة إلى شواطئ المكلة تقول الصحيفة في التفاصيل أثمرت الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي في مدينة المكلة اليمانية عن قضاء الأهالي عيدا هادئا لم تتخلله أي حوادث أمنية خطيرة وتتابع الصحيفة خرج أهالي المدينة إلى المناطق الشاطئية لقضاء عطلة العيد بأيامها الثلاثة إضافة إلى زيارة أهالي ضحايا العمليات الإرهابية خلال شهر رمضان الكريم حيث أدت عدة هجمات انتحارية إلى مقتل العشرات من المدنيين وقوى الأمن عنوان آخر للصحيفة عن آخر التطورات الميدانية الشرعية تحرر مرتفعات استراتيجية قرب صنع لا تخلو الصحف اليومية من أخبار تعز وآخر التطورات فيها حيث عنوانت صحيفة الخليج الإماراتية الميليشيات تحشد في محيط تعز وتجدد هجومها على حيفان وتقول الصحيفة تواصل ميليشيات صالح والخثي الإنقلابية حصارها لمدينة تعز فيما تستمر في الدفع بتعزيزاتها من أفراد وآليات إلى مواقع تمركزها المحيطة بالمدينة ومناطق أخرى بريف المحافظة أهمها منطقتين حيثان والوازعية كما واصلت الميليشيات قصفها لأحياء مدينة تعز بالتزامن مع مواجهات في المحور الشرقي للمدينة وخصوصا في جبهة ثعبات تضيف الصحيفة شهدت مديرية حيفان هجوما عنيفا بمختلف أنواع الأسلحة وقصفا مدفعيا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهة ضب العبوس بالمديرية وسط عمليات قنص متكررة أبيان حازت على اهتمام العرب الجديد فكتبت عنها تحت عنوان أبيان اليمنية البوابة الشرقية لعدا بين القاعدة والإهمال الحكومي تقول الصحيفة في التفاصيل عاد نشاط تنظيم القاعدة مجددا إلى محافظة أبيان بعدما يقرب من شهرين على انسحابه طوعا بوساطة قبلية إلا أن رفض السلطات المحلية تسليم المحافظة جعلها محافظة منسية وأكدت مصادر محلية في محافظة أبيان للعرب الجديد أن مسلحي تنظيم القاعدة المعروفين محليا بأنصار الشريعة عاودوا من جديد بأنشطتهم المسلحة في مدينة جعار وسيطروا على أحد مراكز الشرطة بالتزامن مع عمليات اغتيال متتالية شهدتها المحافظة وتوجهت أصابع الاتهام فيها إلى التنظيم تتابع الصحيفة شهدت أبيان الفترة الماضية احتجاجات تطالب بالنظر إلى الوضع المتدهور في المحافظة في مقدمة ذلك ملف الكهرباء الذي لا تزال أبيان تعاني من انقطاعها إلى اليوم على الرغم من اقتراب إكمال عام على تحريرها من الانقلابيين بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمال الله وحفظه ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر